الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسيطان والسماء رفعها وضع الميذان ألا تتغف الميذان وأقيم الوزن بالقس ولا تغسر الميذان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ثاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقرأن فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا معشر الجن والانس إن استطعتم من تنفذ من أقطاع السماوات والربي فانفضوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكم أذو كذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكم أذو كذبان فيوم إذن لا يصلوا عن ذنبه ينصوا ولا جان فبأي آلاء ربكم أذو كذبان يؤرف المجرمون بسماء فيأخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكم أذو كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفن بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكم أذو كذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكم أذو كذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكم أذو كذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكم أذو كذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكم أذو كذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين لذان فبأي علاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنصوا قبلهم ولا جن فبأي علاء ربكما تكذبان كأنهن اليقود والمرجان فبأي علاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي علاء ربكما تكذبان ومن ظنهما جنتان فبأي علاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي علاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاختان فبأي علاء ربكما تكذبان فيما فاجهة ونخل ورمان فبأي علاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حساد فبأي علاء ربكما تكذبان حر مقصرات في الخيام فبأي علاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرة خدر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام